اجتماع ثاني في ضرف يومين مع إطارات الاتحاد العام التونسي للشغل لتدارس الوضع العام في البلاد وخاصة تحركات الاتحاد في الفترة المقبلة بعد العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة تحركات قد تكون تصعيدية في اتجاه الضغط من أجل تنظيم حوار وطني في البلاد احنا ثقافتنا ثقافة الحوار ما منحبوش الحوار معناها انت على المخاتلات ومنحبوش الحوار انت على مجرد صور ليس إلا وانت تعرف الاتحاد العام التونسي للشغل هي ثقافة الحوار ودائما يدعو إلى الحوار ومعناش حتى خيار يزم أن نتحاور نعم ولكن بأي مضامين وبأي خيارات ويرى مراقبون أن العمل على تنظيم حوار وطني سوف يساهم في البحث عن مخرج للأزمة السياسية الحالية في البلاد لا أعتقد أن تونس تحتمل حلا آخر غير الحوار وبالتالي أعتقد أنه مهما طالت هذه الأزمة فإن التونسيين قادرين على اجتراح حلول وهذه الحلول لا تأتي إلا من مائدة يجلس عليها جميع الفرقاء وشهدت تونس ما يشبه صدمة سياسية في الأيام الأخيرة بسبب عدم مشاركة نحو 90% من المسجلين في قوائم الناخبين في الانتخابات التشريعية دعوة اتحاد الشغل إلى حوار وطني لا تخل من محاولة قوى وطنية وسياسية عديدة لإعادة مصار الخامس والعشرين من يوليو إلى مدار الإدارة التشاركية لمستقبل البلاد وسط أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة تنظر بالعودة إلى حالة عدم الاستقرار سيف الدين العامر سكاي نيوز عربية تونس